اشتركوا في القناة بشرى للمؤمنين إن اليهود لعنهم الله عز وجل قتلوا الأنبياء وحرفوا التوراة واشتروا بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا من الدنيا عرضا زائلا ولم يفعلوا ذلك فقط ولكنهم عادوا أهل السماء عادوا الملائكة الكرام المعصومين الذين لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليهم السلام بل إنهم أضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله عز وجل وأحبهم إليه الملك المقرب الذي أنزله الله عز وجل بوحي القرآن على سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام فقد رفض أولئك القوم القتلة السفكة البهت رفضوا دخول الإسلام معللين ذلك بأن جبريل عليه السلام هو من ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا مفترين إن جبريل عدو لنا فهم يكنون له البغض والكره ويصرحون بذلك فلماذا يكره اليهود سيدنا جبريل عليه السلام وكيف رد عليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرادوا إحراجه أمام الناس بأسئلتهم له هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم إن شاء الله فتابعونا مشاهدنا الكرام ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله فتابعوا معنا عداوة اليهود لجبريل عليه السلام كان الخطاب في الآية الكريمة موجها لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي واتبعناك فذكر ابن عباس رضي الله عنهما الحديث وفيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حرم إسرائيل على نفسه وعن علامة النبي وعن الرعد وصوته وكيف التذكير والتأنيش وعن من يأتيه بخبر السماء فأخذ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه وفي رواية عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتبايعني فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق فهم لا يتورعون عن ذلك ويستعجلون فيه ولا يبالون لأنهم إن شاءوا بل وكثيرا وغالبا ما ينقضون ويرجعون وينكثون فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء فأجابهم إلى أن قالوا فأخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من عند ربه عز وجل بالرسالة والوحي فمن صاحبك قال صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال فقالوا فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة لبايعناك وصدقناك قال صلى الله عليه وسلم فما منعكم أن تصدقوه قالوا إنه عدونا ذاك عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل فعلاه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وقد جلس ابن حورية أحد أحبار اليهود مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال له من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال اليهودي لو كان غيره لآمنا بك جبريل عدونا لأنه ينزل دائما بالخسف والعذاب ولكن ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث والخصب وقال أيضا أحد أحبار اليهود إنه عادان مرارا وكان من أشد ذلك علينا أن الله تعالى أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يد رجل يقال له بخت نصر وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه فلما كان وقت بخت نصر بعثنا رجلا من أقوياء بني إسرائيل في طلبه لقتله فلقي اليهودي غلاما صغيرا فسأله الغلام ماذا تريد قال إني أريد أن أقتل بخت نصر لأنه عندنا في التوراه هو الذي سيخرب بيت المقدس فقال الغلام إن يكون مقدرا أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه لأن القدر نافذ سواء رضينا أو لم نرضى وإن لم يكن مقدرا فلماذا تقتله أي إن الطفل قال له إذا كان الله عز وجل قد قضى في الكتاب أن بخت نصر سيخرب بيت المقدس فلا أحد من الخلق يستطيع أن يمنع قضاء الله عز وجل ولن تقدر عليه لتقتله وتمنع تخريب بيت المقدس على يديه وإن كان هذا غير صحيح فلماذا تقتل نفسا بغير ذنبه فعاد اليهودي دون أن يقتل بخت نصر وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو الذي تمثل لك في صورة طفل وأقنعك أن لا تقتل هذا الرجل فكبر بخت نصر وغزى بيت المقدس فقتلهم وخربه فصاروا يكرهون جبريل عليه السلام لذلك وقال قتادة وعكرمة والسدي رحمهم الله إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له أرض في أعلى المدينة وكان ما مرها على مدارس اليهود فكان إذا أتى أرضه يأتيهم ويسمع منهم كلاما ويجلس إليهم فظن اليهود أن مجلس عمر بن الخطاب معهم إنما يعبر عن حبه لهم فكان اليهود يطمعون في عمر رضي الله عنه أي في ردته إلى الكفر على الأقل حتى وإن لم يدخل في دين اليهود لأن اليهود من عنجهيتهم وصلافهم وكبرهم وغرورهم لا يريدون من أحد أن يدخل في دينهم إنما يريدون زعزعة الإيمان والإسلام وأهله وخروج أهل الإيمان من إيمانهم ودخولهم في الكفر العام وإن لم يكن في اليهودية لأنهم يأبون أن يدخل مسلم في دينهم هكذا يريد اليهود وهم يحاولون بالليل والنهار إخراج الموحدين المؤمنين من توحيدهم ومن دينهم الحق إلى أي ملة من ملل الباطل فلما طمع اليهود في عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا له ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك إنهم يمرون علينا فيؤذوننا وأنت لا تؤذينا وإننا نحبك ونحترمك ونطمع فيك ففهم عمر رضي الله عنه مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم ولكني أحببت أن أزداد تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه وأرى آثاره في كتابكم وأنتم تكتمونها فقالوا له ومن يخبر محمدا بأخبارنا وأسرارنا فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من السماء بأخباركم فقالوا ذلك عدونا يطلع محمدا على أسرارنا وهو صاحب كل عذاب وخصف وسنة وشدة وإن ميكايل إذا جاء جاء بالخصب والمغنم فقال لهم عمر رضي الله عنه تعرفون جبريل وتنكرون محمدا قالوا نعم قال فأخبروني عن منزلة جبريل وميكايل من الله عز وجل قالوا جبريل عن يمينه وميكايل عن يساره فقال عمر ما دام الأمر كما قلتم فليس أحدهما عدوا للآخر لأنهما عند الله في منزلة واحدة وإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكايل ومن كان عدوا لميكايل فإنه عدو لجبريل فمن كان عدوا لأحدهما فهو عدو لله ولن تشفع لكم عداوتكم لجبريل ومحبتكم لميكايل لأن منزلتهم عند الله عالية وقال لهم عمر أنتم أشد كفرا من الحمير ثم رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال لقد وافقك ربك يا عمر فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني بعد ذلك في دين الله أصلب من الحجر فعداوتهم لجبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم فهم يقيسون الأمر على البشر بأن الذي يجلس على يمين السيد ومن يجلس على يساره يتنافسان على المنزلة عنده ولكن هذا في دنيا البشر جائز ولكن عند الملائكة لا شيء من هذا فالله عز وجل عنده ما يجعله يعطي لمن يريد المنزلة العالية دون أن ينقص من الآخر ثم إن الله سبحانه وتعالى اسمه الحق وما ينزل به جبريل عليه السلام حق وما ينزل به ميكائيل عليه السلام حق والحق لا يخاصم الحق فقد فرق اليهود في إيمانهم بالملائكة على فرض أنهم قد آمنوا بميكائيل واتخذوه وليا وهم كذابة ضللة بل هم قد كفروا بجميع الملائكة لا يستثنون من ذلك واحدة والآيات والأحاديث شواهد على موقف اليهود وحجتهم في ذلك أن جبريل إنما هو رسول الغلظة والشدة والعذاب بخلاف ميكائيل عليهما السلام فإنه رسول الرحمة واللطف واليسر هكذا يقولون مفترين بالتفريق بين ملكين كريمين كلاهما عند الله عز وجل مقربان وإن شئت فقل هكذا يصفون ملائكة الله عز وجل إذن فقولهم والدعاؤهم ميكائيل حبيبنا وجبريل عدونا هو من الماديات والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنهم يعادون جبريل لأنه نزل على قلبك بإذن الله يا محمد وما دام نزل من عند الله عز وجل على قلبك فلا شأن لهم بهذا وهو مصدق لما بين يديهم من التوراة وهو هدى وبشرى للمؤمنين الصادقين فأي عنصر من هذه العناصر تنكرونه على جبريل أيها الكفرة إن عداوتكم لجبريل عداوة لله سبحانه وتعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفة قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام قالوا أعاذه الله من ذلك فأعاد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال اليهود شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال هذا كنت أخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا هم اليهود دائما وأبدا ويهود اليوم شر من يهود الأمس فتصوروا أن اليهود يعادون ملائكة الرحمن أولئك الخلق الكريم الجميل الطاهر النقي الزكي الصفي أولئك الذين لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومع هذا اتخذهم اليهود أعداء وكرهوهم وعادوهم وقيل إن سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام قولهم أنه أمر باستمرار النبوة فيهم فنقلها جبريل لغيرهم وهذا كذب والدعاء وقيل لكونه يطلع على أسرارهم وأصح منهما لكونه الذي ينزل عليهم بالعذاب وسبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام ظنهم أنه ينزل بالحرب والعذاب والخصف ظن باطل فاسد ضال لأن جبريل عليه السلام هو الملك الكريم هو الروح الأمين هو رسول الوحي الذي ينزله الله عز وجل بأمره على جميع رسله تبارك وتعالى وهو ملك الوحي وهو القوي الأمين وإن من عاد رسولا عاد جميع الرسل لذا فالمؤمنون المسلمون لا يفرقون بين رسل الله ولا يفرقون بين ملائكته وإن تفاضل بعضهم على بعض من وجهما فضل الله عز وجل وما ميز بينهم لكننا نؤمن بجميع الملائكة ونؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان في أصل أنهم كلهم رسل وأنهم كلهم أنبياء لأنهم جميعا يتنزلون بأمر الله تعالى فلا وجه للتفرقة بين عداوة جبريل وميكائيل فكلاهما ملكان كريمان يطيعان أمر الله عز وجل فلا فضل لهما ولا ذنب في شيء وإنما الأمر أمر الله تبارك وتعالى ينزله بعلمه وحكمته شاء من شاء وأبى من أبى وإن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ومن يكره قضاء الله عز وجل وأمره لملائكته ورسله فإنه كافر اللهم تسليما لأمرك ورضا بقضائك وقدرك ونزولا على حكمك وتسليما اللهم إنا براء ممن تبرأ منك ومن رسلك وأنبيائك وملائكتك وأوليائك فيأخذ مما سبق أن اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهرون بعداوتهم لجبريل عليه السلام وإن هذه المجاهرة بالعداوة قد تكررت منهم في مواقف متعددة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي حملهم على ذلك هو حسدهم له صلى الله عليه وسلم وغيظهم من جبريل عليه السلام لأنه هو الذي ينزل بالوحي عليه ومن عجيب تهافت اعتقادهم وضلالهم وبهتهم أنهم يثبتون أنه ملك مرسل من عند الله عز وجل ورغم ذلك يبغضونه ويكرهونه وهذا أحط درجات الانحطاط في العقل والعقيدة ولا شك أن الاضطراب في العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة لأنه ينبئ ويسفر عن تضافر آرائهم على الخطأ والأوهام والضلالات فالعاقل يتفحص طبيعة ما يقال على لسان الأنبياء والرسل الكرام إذا رغب في تقبل الهداية أما التعلل والتحجد بملك دون الآخر للإيمان من عدمه فهو محض غباء وضلال وافتراء ولا يكون عاقبته إلا على صاحبه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللهم إنا نشهدك أن نؤمن بك وبرسلك وأنبيائك وملائكتك وكتبك ورسلك وقضائك وقدرك خيره وشره نؤمن بما قلت وما أخبرت في كتابك وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم حرفا ومعنى على مرادك وما تشاء جل جلالك وعلى قصدك كما تشاء ونكفر بمن يكفر بك ونغضب على من تغضب عليه ونكره ما تكره ونحب ما تحب ونعادي من تعادي ونوالي من توالي ونبرأ ممن تبرأ منه اللهم تسليما لك وعبودية وخضوعا وخشوعا ونزولا على أمرك وحكمك تسليما ورضا وحبا اللهم اقبلنا عبادا مؤمنين واغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين